السنة في العراق يخيرون بين الموت أو الفرار على عجل فانتهاكات الميليشيا الشيعية لم تترك لهم حق القرار انتهاكات بلغت حد تنفيذ عمليات القتل على الهوية في ديالة وتدمير المساجد التابعة لديوان الوقف السنية وصولاً إلى عمليات أعدام جماعي وتهجير قصري واختطاف عط هجمات طالت بغداد، ديالة، المقددية وبابل ويبدو أنها لن تستثني أي من مدن أهل السنة وكلها تخدم الأطماع الإيرانية التوسعية في العراق وهدفها لا خلاف عليه يتمحور حول إحداث تغير ديمغرافي في مناطق السنة ميليشيات موالية لطهران تستفيد من قربها الجغرافية لتنفيذ مخططاتها في تلك المناطق والسلاحها تنفيذ مذابح ومجازر في مدن ومناطق أهل السنة وبالفعل استطاعت الميليشيا الشيعية المدعومة عسكرياً ومالياً من إيران بدعوى مواجهة داعش تشكيل دولة موازية داخل الدولة العراقية الهشة فتولت إدارة المناطق التي استعادتها من داعش وعلى رأسها محافظة ديالة وصلاح الدين وعدد من أقضية الأنبار ومحيط بغداد بالكامل إدارة وأن اختلفت في الإسم إلا أنها تتشابه مع داعش في السلوك جعلت السنة عالقين بين فكي كماشة داعش والميليشيات الشيعية وليس ما يحدث في ديالة الآن جديداً فقد سبق وصدر التقارير من منظمات عراقية ودولية عدة تحدثت عن انتهاكات مماثلة للميليشيا الشيعية في مناطق باتت تحت إدارتها بعد إخراج داعش منها كما استخدمت تلك الميليشيا استراتيجية داعش ذاتها من استخدام المياه لإغراق المدن للسيطرة عليها ولم يقف نفوذ الميليشيات الشيعية على التوسع في المناطق والسيطرة عليها بل بإجبار الحكومة والبرلمان العراقيين على زيادة مخصصاتهم المالية أضعافاً بعدما هددوا بالنزول إلى الشارع والتظاهر لكن لا يختلف كثيرون على أن الانتهاكات الأخيرة قد تؤثر سلباً على حملة القوات الحكومية بالتعاون مع العشائر في حربها ضد داعش في الأنبار